إذن مشاهديا كرام استمر معكم في أخبارنا ذهب معكم إلى خبرنا التالي مؤسسة الشرقة للفنون تعلن عن تأسيس قسم فنون الأداء تفاصيل هذا الخبر كشفت الشيخ حور بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشرقة للفنون اليوم عن تأسيس قسم جديد لفنون الأداء تحت إشراف طارق أبو الفتوح الذي سيشغل منصب مدير فنون الأداء وقيوم أول في المؤسسة وسيشرف هذا القسم على تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج الموسمية التي تشمل تقديم عروض الأداء وتكليف الفنانين بإنتاج عروض جديدة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في إنتاجات فنية مشتركة وتوفير فرص لتجول مشروعات الفنية وتتمحور رؤية تلك البرامج حول العلاقات مع المدينة ونسيجها الحضري وقاطنيها ومؤسساتها إذ تتم دعوة فنانين محليين وإقليميين وعالميين لإقامة فنية متعددة لإنتاج عروض تكليف من المؤسسة وتقديمها في شوارع وساحات ومواقع غير تقليدية في مختلف أنحاء المدينة ومشاهدين ننتقل معكم الآن أيضا إلى خبرنا التالي علماء ومتخصصون يؤكدون لمنتدى الاتصال دور الكلمة بتغيير العالم يشارك الدكتور خالد غطاس الناشط الاجتماعي والمختص في السلوك البشري وعوض بن حاسوم الدامكي الشاعر والمحاضر والكاتب الإماراتي ومحمد عبدالله القحطاني بطل العالم في إلقاء الخطابة وصاحب كتاب قوة الكلمة وشارلي روكيت المتحدث الملهم وشارلز دوهيك الكاتب والصحفي الأمريكي في إلقاء خطابات ملهمة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للإتصال الحكومي 2022 في دولته الحادية عشر والتي تقام في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سبتمبر الجاري بمركز إكس بو الشارقة وإطرح المشاركون في خطاباتهم في المنتدى الذي نظمه المركز الدولي للإتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشرقة تحت شعار تحديات وحلول أفكارا ملهمة حول أصلة بين العادات ومستوى الإنتاجية ودور الفكر الملهم في صناعة الأمل الأمل وتحفيز المجتمعات بالسعي لتحقيق أحلامها ودور الشراكات الخلاقة في بناء قنوات اتصالية جديدة إذن مشاهدين كرام كانت هذه أخبارنا معاكم بهذا اليوم من برنامج حديث المساء ومستمر بمعاكم أيضا في هذا البرنامج بفقراته المتنوعة وضيوفنا إن شاء الله لليوم راح يفرون هذه الحلقة بموضوعاتهم مشاهدين العلم نبراس ونور وليس له عمر ولا زمن محدد فالعلم يدوم باستمرار الحياة وضمن حرص صاحب السمو حاكم الشرقة على استمرار التعليم وتوفير الإمكانيات التعليمية أطلق مجلس الشرقة للتعليم مبادرة العلم نور التي توجه إلى فئة كبار السن لتقدم لهم التعليم المناسب بمجالات علمية مختلفة وازدادت الأعداد التي التحقت بهذه المبادرة في مدينة كلبا بصورة ملحوظة هذا العام لحديث أكثر عن هذه المبادرة يساعدني أرحب معاكم عبر مداخلة هاتفية بالأستاذة ريان سالم الجابري مشرف فني بمجلس الشرقة للتعليم حياة الله معنا أستاذة ويا مرحبا حياكم الله تفاعل في البداية نتحدث اليوم عن طريقة استقبال طلبات التسجيل في مبادرة العلم نور نعم طبعا عندنا في مراكز العلمية استقبال دارسات عن طريق مراكز بين النور التابعة للإمارة وهم في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والوسطى طبعا يتم التواصل مع المراكز في مختلف هذه المناطق وعن طريقهم يتم التنسيق لاستقبال التسجيل من الدارسات جميل طيب ما هي الأهداف التي تم وضعها مع بداية انطلاقة العام الدراسي في هذه المبادرة نعم طبعا عندنا الأهداف لهذه المبادرة الحد من نسبة الأمية في المجتمع أيضا تحفيظ الدارسات قصار السور ونشر الوعي الثقافي والصحي والاجتماعي وتعليم الدارسات اللغة العربية جميل يعني هناك عدة مجالات رح يتم التطرق لها في هذا المجال أو في هذا التعليم نعم جميل طيب إلى أي مدى يسهم هذا التعاون مع مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة كلباء يتفعيل هذه المبادرة وكذلك الدور الفعال للمنتسبين لهذه المبادرة طبعا يتم دور مجلس أولياء الأمور بكلباء توفير فصول تعليمية للدارسات في مراكز العلم نور والتنسيق لموضوع تسجيل الدارسات وتسهيل وصول الدارسات للمركز يكون يعني معهم في المنطقة في مدينة كلباء نعم نتحدث قليلا عن عدد الفصول التي تنفتحها إلى الآن للدارسين فيها طبعا ما شاء الله عدنا عدد الفصول عدد المراكز عدنا ثمان مراكز وعدد الدارسات واصل ما شاء الله إلى اليوم 248 دارسة في دمائة المراكز ما شاء الله وبتأكيد هناك متابعة مستمرة كذلك لمستوياتهم طبعا نعم في عدنا مستويات على حسب الفصول عدنا فصول أول فصول ثاني فصول ثالث يتم خلاله متابعة تطور الدارسات في هذه المراحل طيب كيف يتم تقييم يعني اختيار المعلمين كذلك في هذه المبادرة خاصة اليوم نتحدث عن فئة كبار السن نعم طبعا عدنا جميع المعلمين في مراكز العلم نور خريجين آداب لغة عربية يتم اختيارهم عن طريق القيام بمقابلة مع المعلمين وقياس مدى قدرتهم على التفاهم والتعاون مع كبار السن ومدى قدرتهم وتمكنهم من اللغة العربية والآدم كيف ترون يعني هذه المبادرة وتجاوب كذلك المنتسبين لها اليوم في تقديم هذه المبادرة وتقديم كذلك العلم المنتسبين طبعا التفاعل جدا جميل ورائع في البداية كان العدد أقل من 100 الآن ما شاء الله يعني قريب نوصل 300 في تفاعل حلو حتى يعني وقت الفعاليات ووقت الأنشطة حتى يعني الدارسات قاموا يعطوني أفكار من عندهم حق المبادرة كيف نطورها ونخليها تكون أفضل أحسن نعم نتحدث قليلا عن المواد المطروحة كذلك في هذه المبادرة وفي الفصول كذلك التعليمية نعم طبعا عدنا ثلاث مواد تعليمية موادة اللغة العربية وموادة الرياضيات وموادة الاجتماعية إضافة إلى عدنا منصة أقرأ منصة إلكترونية تججع الدارسات على القراءة والكتابة تكون هذه المنصة طبعا بشكل يومي يتم عاطها للدارسات تماما الساعة التاسعة صباحا يتم متابعة الدارسات كذلك عن طريق هذه المنصة بحيث أن يعني يكون هناك مواصلة في تعليمهم كذلك بحيث أن طريقة استخدام هذه المنصة نعم إحنا عدنا طبعا مستويات تعلمية مستوى تنهيدي مستوى أول ومستوى ثاني على هذه المستويات طبعا دارسة عدنا تبدأ بالمستوى التنهيدي وعليه تنسقل من المستوى التنهيدي إلى المستوى الأول إلى المستوى الثاني وطبعا خلال هذه المستويات تنتطور الدارسة في القراءة والكتابة وأيضا الأمور الاجتماعية والصحية وكذا نعم ولكن هل جميع المنتسبين على دراية بطريقة استخدام المنصة؟ طبعا في البداية احنا بدينا باستخدام المنصة الإلكترونية سنة عشرين عشرين في جائحة كورونا نعم في البداية واجهنا طبعا يعني صعوبة في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية خلال يعني تفهم الدارسة ولكن ما شاء الله يعني مع الوقت استوى الموضوع عادي تصوى الدارسة تنفردها لنستخدام المنصة والدخول إليها يوميا ما ظهر في مشكلة وحاليا بدينا ما شاء الله من هذا الشهر تعليم الهدي في حد حضر حضوري عندنا في المراكز وفي حد استمر التعليم عن ذلك ما شاء الله طيب كيف سيتم تنظيم المواصلات للمنتسبات لحضور فصولها؟ طبعا يتم التواصل مع هيئة المواصلات لتوفير الحاقلات كلها حسب منطقته وما عندنا مشكلة في موضوع المواصلات نعم طيب سيدة ريان ذكرت أن هناك من سيكون في التعليم الحضوري وهناك من سيكون في تعليم عن بعد فكيف يتم اختيار الفئات كذلك اللي راح يكون عن طريق الحضور واللي راح يكون عن طريق التعليم الهاجين عن بعد؟ طبعا نحن نخلينا اختياري اللي حاب تكون حضوري تحضر في المركز اللي حاب تكون عن بعد تختار عن بعد من مشكلة ونحن كلهم رائعين كلا حسب مستواه التعليمي قد من مستوى تنهيدي أو مستوى أول أو مستوى ثاني نعم جميل نتحدث عن المدة التي يتلقى فيها المنتسبين دروسا في الأسبوع نعم نحن طبعا نحن من يوم الاثمين إلى يوم الخميس أيام التعليم عندنا في المراكز نبدأ من تمام الساعة التاسعة صباحا وننتهي في تمام الساعة الثانية عشر أضغان التاسعة صباحا؟ نعم إلى الساعة الثانية عشر أضغان نعم تمام خلال هذه الثلاث ساعات يتم طبعا تعليم الدارسات ثلاث مواد إضافة إلى عندنا يومين في الأسبوع يكون فيه شصة القرآن للدارسات يعني إضافة إلى المواد التعليمية اللي يدرسونها الثلاث يدرسون أيضا مواد القرآن الكل جميل طيب تحدثنا عن وجود مستويات للمنتسبين وتقسيمهم على هذه المستويات والفصول فكيف يتم توزيعهم على هذه المستويات؟ وما هي هذه المستويات كذلك؟ طبعا هذه المستويات نحن في البداية نقوم باختبار بتحديد مستوى الدارسة وعليه يتم وضع الدارسة في المستوى المناسب لها سواء كان مستوى تمهيدي أو مستوى أول أو مستوى ثاني نعم فمن هذا الاختبار يتم تقييم المنتسبين والدارسات وتختلف المناهج في هذه المستويات؟ لا المناهج تكون يعني لدينا المنهج التنهيدي يكون عبارة عن حروف أرقام مخارج الحروف مخارج الحركات فقط ولكن لدينا المستوى الأول والثاني لا ننتقل لمرحلة قراءة القطاع والقصص الطويلة تعلم الضرب والجمع والقسمة يعني كنت بي نعم طيب نتحدث أستاذ ريال يوم عن فئة كبار السن فإلى أي مدى يتم توفير الاحتياجات المدرسية للمنتسبين؟ وأيضا يعني كافة الاحتياجات الأخرى التي يمكن أن يحتاجها المنتسب في هذه المبادرة؟ طبعا يتم توفير المناهج التعليمية للدارسات لهم الكتب التعليمي للمواد الثلاث مواد التلغة العربية ورياضيات الاجتماعيات إضافة إلى توفير القرطاسية الحقيبة المقلمة وما تحتوي في المقلمة التعليمية إضافة عدنا لتوفير الأجهزة اللوحية أيضا بما أن نضفنا التعليم الهجين نعم جميل طيب ذكرتي يعني سادريان أنه هذه المبادرة كانت منذ سنوات ماضية وإيضا كان هناك تعليم الهجين منذ سنوات ماضية فكيف رأيتم ثمار هذه المبادرة ونتاجها؟ طبعا في البداية جلتكم كان العدد أقل من 100 ما شاء الله تم حتى من خلال دارسات بينهم يشجعون بعض يعني تشجع صديقتها تعالي مبادرة العلم ورحنا استفدنا تعلمنا ما شاء الله يعني حتى صار تعليم تحفيز وتعليم ذاتي من الدارسات نفسهم للمواصلة والمتابعة في المستويات في المناهج العمر يعني لكات مستوى تمهيد انتفعت مستوى أول وإستاذة في المستوى أول قدرت تصوم مستوى ثاني وهكذا نعم طبعا نشكرت على هذه المداخلة لأستاذة ريان سالم الجابري مشرف فني بمجلس الشريقة للتعليم وكل التوفيق لكم وللمنتسبين أيضا في هذه المبادرة وأيضا يعطيكم العافية على دوركم الكبير شكرا لكم شكرا يعطيكم العافية